عايزة أقول لكم قصة أميرة هي قصص كتير قوي من بنات وستات دايما بيبع عندهم مشكلة لما ما يكونش عندهم أخ ولد فبنيجي ساعة الورث ناس مع كلمة واحدة رشارع ربنا والحق ما يزعلش حد ما بيفكروش في أي حاجة بيكتشفوا إن الناس كتير قوي دخلة معهم في الورث كلهم بيقولوا نفس الكلمة اللي قلتها لكم شوي شارع ربنا والحق ما يزعلش حد مع إن ربنا سبحانه وتعالى لما حطوا أسس وقواعد الميراس حطها عشان يخلي فيه عدل ورحمة ومحبة بين الأهل لما نيجي نوزع الترك الأقربون أقولوا بالمعروف بس بعد ما بياخدوا حوقهم بيفضلوا محافظين بقى على صلة الرحم والود والسؤال والاهتمام مش خطوا منهم حق ربنا ما تدولهم حق ربنا ربنا ما قالش إن إحنا نقعد إيه نفتكر قريبنا لما يموتوا لمجرد أن لنا مصلحة في صروتهم أو هنورس وبعد ما ناخد نصبنا نرجع تانين اختفي وما نسألش عليهم حتى ما نشوفهمش محتاجين إيه لما الشرع قال إنه الزكر لي حظ البنتين قال كده عشان البنت أمانة غالية في رقبة أخوها هي تاخد حقها وتكون مسؤولة عن نفسها لكن هو هياخد ورثه هيكون مسؤولة عن نفسه وعن بيته وعنها بما إنها شرفه وعرضه لما ما يكونش المتوفي ليولاد عنده زكور أو رجالة المفروض إن كل أهله وقريبه يكونوا أمناء على مراته وبناته أمانة كبيرة صح؟ هيتحسب عليها قصاد ربنا قصاد رب العباد لو أثر أو ما سألش أو ما وقفش جنب البنات بعد وفاة أبوهم الورث يعني عقد السروة هتاخد فيها نصيبك هتاخد نصيب بتاعك ده بس فيه مقابل يعني خد نصيبك فيه مقابل إنها مسؤولية ربنا أكلفك بيها إن أنت تدفع حقها بمقدم الورث اللي ورسته مش خالتي وخالتك وتفرق والخالات زي ما بيقولوا بالبلد كل ده وإحنا بنتكلم عن الجزء اللي يخص أميرة في قصتها ما تكلمناش بقى عن باقي قصص الفرعية اللي عدت عليها أميرة وهي بتحكي زي بعض العائلات اللي بترفض نايت دي ستات حقها في الأرض لكن لا عندنا جس ستات بتورس في الأرض في الآخر يرموا لهم شوية فلوس فكة كده زي ما حصل مع أم أميرة يا حرام بحجة إنه الستات مش هتعف تحافظ على الأرض أو إن جوازهم هيدخلوا في الأرض فما ينفعش ما ينفعش حد غريب يدخل في أرضنا زي ما بيتقال لا أرضنا إحنا أرضبوية وجديو مع إن جوز أختك اللي أنت بتقول عليه غريب ده أنت ديته أختك صح؟ اتجوزة خلف منها بقى شخص يؤتمن على أختك وشرفك وعرضك في الحقيقة أميرة عايز أولك على حاجة بقى أجمل حاجة في قصتك رغم كل الحاجات الوحشة اللي فيها إنها بتفتح عينينا على النظام الاجتماعي كلنا محتاجين نعيد في النظر نعرف يعني إيه معنا كلمة أهل إيه هي حقوقهم إيه يعني إيه الواجبات اللي عليهم نبص تاني على بيوت كتير عندهم نفس المشكلة واسقة إن رسالتك دي هتقلب عليهم المواجع وهم كده عمانين يفتكروا اللي مروا بيه من ظلم من أقرب الناس ليهم ولا الأهم من كل ده نحن نقعد نفكر في فهمنا لشرع ربنا خلاص اللي هنقف بين إيه دي كده ونتحاسب ما حدش نزل قبره مع حد وبخصوص بقى تصرف والدك يا أميرة أنت سمعت كلام شخنة وعايز أقولك إنه يعني فيه كتير قوي من المشاكل اللي أنت يعني أنت حكيت النهاردة أنا شفتها والله العظيم وعايز أقولك إنه الأزمة كلها في كلمة واحدة هي الحب مين من أهلنا بيحبنا بجد ومين بيودنا وقريب لنا وشايفين منه حنان واهتمام وأمان في كل حاجة إنه يكون ظهر وسند لو حصل لأهلنا حاجة همين ما بيسألش وما بيهتمش محتاجين كده تعودوا وتتكلموا فيها أنت وإخواتك ومامتك وباباكي وتشوفوا بقى أهل لوالدك مواقفهم إيه كانوا بيعملوا معاكي إيه يعني جدتك عملت لك إيه عمامك بيعملوا لك إيه طب هما ناس وحشة في إيه طب في منهم خوف ولا كانوا إحنا عينين وبيجوا لكم على طول وقريبين منكم ومحتاجين كمان إيه بقى إنه باباكي يعمل قاعدة مع أخواته ومامته ويفتح لهم قلبه ويفهمهم وكان قصده إيه يا طيب خطرهم كده بكلمتين سمعتي معنا نصايح وتوجيات الدكتور كمان سمعتي المدخلة تاني بعد هالك لأنه أهم حاجة رأي الدين في الحاجات دي يارب يكون كلامنا نفعك بحاجة وعايز أقول لكم على حاجة إنه فعلا المشكلة دي مشكلة كبيرة جدا وزي ما كنت بقول لكم إنه بنلاقيها على الفيسبوك وبنلاقي خناقات وإلي 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 يعني أنا قصة قبضتني وأنا بحكي قصة صحبتها اللي خدوا الشقة عشان يورسوا فيها وحتى ما استنوش إن البنات تتجاوز وما يستنوا ليه مشكلة إن الفلوس بتغير النفوس وده بجد أو الزنقة ما ممكن غزبنا عنه هو يكون عامل حسابه إنه هو مش ياخد الفلوس ويقول خلاص لكن يجي ساعة الزنقة ويقول لك لأ بس أنا عايز أقول لك على حاجة إنه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك إحنا ما عندناش في العلاف في حاجة اسمعه كده اللي بيموت وعنده بنات إحنا كلنا بنسيب نصيبنا أو خلاني وخلاتي بس موضوع الأرض اللي سمعته ده ساعات بيبقى حقيقي لو عندهم مصانع موضوع بيبقى حقيقي أو نديلكه مصنع مش محتاجينه قوي وإحنا عشان إحنا شغالين وإحنا الرجالة وبنجيب فلوس فلازم ببعنا مصانعنا أحسن فدي شفتها عادي جدا إنت محتاج إن أنت تفكر أنا لو عندي بناتها فكر ألف مر لو خلفت بناتها فكر ألف مر مع إن إحنا اتنين أنا وأخويا بس فلما بعملش الحلقة دي النهاردة وإحنا بنعمل هنا في قصة حقيقية عشان نخليكم أنتوا زي ما بيقولوا كانت تقلبوا أعلم منكم بس بنخليكم تفكروا تاني بناتكم أمانة إنت ما تعرفش إيه اللي هيحصل لهم بكرة ما تأمنهم إنت ضمن تعيش لبكرة ضمن مين بيحبه ومين كاره مش لازم يكون كاره يا سيدي ضمن مين هيعملها لله مين هيعمل له يتخيل يبقى فلوسهم أو كان ممكن يبقى حقهم في يوم الأيام أو كان ممكن ما يتحوجوش لحد هيطاروا يتحوجو تفكر فيها ألف مرة واللي يعمل رد فعل غير متوقع اعرف من الأول هو كان يتقين بس مش أقول لك أكتر من كده وعايز أسمع منكم لأن أنا عايز أعمل على الموضوع ده دي بيت أو نقاش نعمله على صفحتنا على قصة حقيقية ممكن كمان تبعطوننا على الواتساب على الفيسبوك على انستاكبار على أي حاجة بس المهم أن أنتو توصلوا لنا أنا عايز أعرف بعد الحلقة دي هتعملوا إيه لأنه كان فيه رجالة كتير قوي خايفة على بناتها بس خايفين يعملوا كده من أهليهم أو من أخوتهم أو من مامتهم ده إحنا سعب نقول يا جماعة لو البنت أبوها توفى وهي ما اتجاوزتش وأخوتها اتجاوزوا بعد إذنكم لو فقلبكم زر ترحمه لو حد حتى ما كملش تعليمه عشان شفتها بعيني لو حد ما كملش تعليمه ممكن نسيب لهم جزء لتعليمهم أو جزء لجوازها وبعد كده نقسم والله 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 ربنا هيبرك لك في فلوسك مليون مر مليون مر وده مش كلامه خلاص ومش كلام تلفزيون ومش كلام إعلام واللهم ما بلغت اللهم ما فشت هاستنى منكم تشاركونا في حلقة النهاردة واستنىكم في قصة جديدة بس تكون حقيقية باي باي اشتركوا في القناة